ولكن معنا بقى أمر تاني خالص أزمة أخر أزمة يعني دي حاجة بقى محتاجين كده ناخد نفس وبهدوء ونركز لأن اللي جاي غريب جدا يعني أعتقد أغلب الناس بتحب أغنية اختياراتي مدمرة حياتي يمكن الأغنية دي لما تعملت ما كانش حد حيبقى عارف إن هي من أكتر الحاجات اللي ممكن تشغلها كده وانت بتتفرج على اختيارات الرابطة للتصويت الجماهيري اسمه تصويت جماهيري لفكرة أفضل اللاعبين أو فريق الموسم اختياراتي مدمرة حياتي ده اللي كان بيحصل وتعالوا الأول عشان نروح لفقرتنا نشوف التشكيل النهائي لأفضل 11 لاعب في الموسم من خلال رابطة الأندية كان الشناوي في حراسة المرمى وحسام عبد المنعم ومحمد عبد المنعم في الدفاع ومحمد هاني وعلي معنون انت بتبدأ الدفاع بشكل غريب انت بتبدأ من حسام عبد المنعم والسنتر باك يعني المفترض يا تبدأ زي ما بيتقالك حسام عبد المجيد أولا مش حسام عبد المنعم يا كابتن محمود بكر يقولك خط الدفاع من اليمين للشمال عايز تقول من الشمال اليمين لكن انت جاي من الوسط أنا ببدأ بالسنتر باك وبتبدأ بالسنتر باك اللي عليها على ما تستفهم أصلا لأن دول أكتر اتنين أعرف اتنين للشناوي طبعا الشناوي محمد هاني محمد عبد المنعم علي معلول وانت قلت بقى سلام عبد المنعم وبوبو وكان مروان عطية وقفشا حسين الشحات وزيزو ومحمد شريف أكيد المشكلة أعقد بكتير جدا من ان احنا بدأنا من اليمين وبدأنا من السنتر باك عندنا مشكلة أكبر بكتير جدا وهي فلسفة الاختيارات نفسها يا جماعة ببساطة وإحنا هنروح خلال فقرتنا لأحداث معينة حصلت خلال موضوع ده ولكن الأهم هي الفكرة الفكرة أي تصويت في العالم بيبقى قائم على إعطاء المتلق الحق في اختيار الرغبة اللي هو عيسى دون توجيه دون ان انا حط لعيبة في مركز معين واستبعد لعب عشان لو انا حطيت لعب من الاهلي ما بين هذه الاختيارات أكيد الناس هتروح للعب من الاهلي يا جماعة ده مش منطق التصويت انت ممكن حضرتك تجيب خبراء ولهم كل احترامهم ويختاروا تشكيل يحطوا فيه اللي هم عايزين والجمور بقى بيصق فيهم ما بيصقش فيهم بيهتم باختياراتهم ما بيهتمش باختياراتهم دي قصة تانية ولكن أما وإنك ارتضيت أن تضع معيار التصويت لا تصادر على حقي كمتلقي أو كمشجع ان انا اختار ما توجينيش ان ما فيش لعب بالاهلي في الاربعة بتوع المركز ده او في الاربعة اللي انا بختار منهم واحد في الحتة دي عشان خاطر أكون أنا عارف إن لو في حد ملاقل الناس هتختاره طب ما تختار ما تختاره قصد ده تصويت ويا جماعة التصويت دائما ليس معتمد على فكرة التحليل الفني لأن لازم نفهم إن التصويت ليه شكله وليه فكرته وهو غرضه التفاعل وإن الناس تعبر عن اللاعبين اللي هم شايفينهم أفضل دي كانت القصة اللي شوفناها وأعتقد لو عندك تعقيب عام على فكرة الاختيارات بتاعت الرابطة وعلى فكرة قلية الاختيار قبل بقى ما نروح لمين قال إيه أنا طبعا يعني على مدار المسابقة وعلى مدار التصويت الناس قلقت من شعبية النادل آهلي وأنا هنا لازم أركز على فكرة شعبية النادل آهلي مع كامل احترامي طبعا للعيبي النادل آهلي الذين تم اختيارهم وفكرة الاختيار بالانتماء آه هي الاختيار بالانتماء والاختيار بلاعب الفريق والزمالكاوي هيختار الزمالكاوي الأهلاوي هيختار الأهلاوي حتى لو فيه بعض النقاط وبعض المحنين لهم أراء مختلفة ولكن أنا كنت بشوف دايما أن الاستفتاء ده استفتاء يظهر حقيقة شعبية النادل آهلي وجمهارية النادل آهلي ومن وجهة نظري يعني يسقط الأقنع عن كل من يتحدث عن مسوافح ورعاية وما شابه فأعتقد الربطة تأثرت بفكرة شعبية النادل آهلي فبدأت تعمل حاجات غريبة جدا تبدأ تنزل بالتصويت على تويتر وتبدأ تقول لك فيه تصويت اختار لعبين فالناسبة بقت واضحة فتنتاي في النهاية طب وليه تمروح على صفحات التواصل الاجتماعي كلها فتلاقي التعليقات عشان لما يطلع حد هم مختارينه يكسر سيطارة النادي اللعيبي النادل آهلي يبقى الدنيا تعدي فبدأوا يلاقوا ان الجماهير فهم القصة دي فبدأ يعملي يستبعد لعب الندل يعني تخيل اقوى دفاع في الدوري المصري ما يتمش وضع لاعب واحد غير محمد عبد المنان فقط لغير ضمن 8 سنتر باكس ازاي يعني لانه لو حط ياسر ابراهيم في الجانب الآخر او رامي ربيع في الجانب الآخر هيبقى عارف كويس قوي ان الانتين سنتر باكس من الندل تعالى لقصة قط الوسط واستبعد فكرة ان انت تشيل حمد فتح خالص من الصورة كان احتراف حمد فتح في نهاية اخر مبارتين في الدوري اسكتوا عن حمد فتح الترشح دوري قطر بقى اللي يحط اه بالضبط كده اسكتوا عن حمد فتح الترشح ليه؟ لان اصل هو لو حط حمد فتح فهو حط أليو ديانج ومروان عطية وحمد فتح المستحيل هيحط التلاتة في مكان واحد هيودي واحد منهم للجانب الآخر فهيتم اختيار الاتنين اهلي فكانت مشكلة كبيرة جدا وتستشعر ان الربطة كانت بتحاول قدر الامكان تستبعد سيطرة النادي الاهلي ولعبي النادي الاهلي برغم الحقيقة ان الموضوع يا فارس بالنسبة لي بغض النظر عن بعض اللعبين اكيد لعبين النادي الاهلي عارفين تقدرهم عند جميعنا لكن اول قصة كلها كان قلق من ظهور شعبية النادي الاهلي الكاسحة اللي تتجاوز 90% دايما من التصويت سامة المؤشرات اللي حصلت في التصويت هي اخطر من فكرة التصويت وعشان كده ده يا جماعة التفاصيل الشيطان يتمن في التفاصيل ليه لان بصراحة المؤشرات السلبية اللي حصلت لازم القائمين على التصويت ده كان ياخدوا بالهم منها لان هي ودت الناس لشعور اخطر بكتير جدا من ان انت حط التصويت ان انا في تصويت احط فلان عشان امنع فلان ولا احتوي فلان ولا احتوي زيزو ولا احتوي حسام عبد المجيد ولا احتوي بعض اللاعبين يبقى انا بدي الناس فكرة ان انا ده ده منهاجي ودي طريقتي انا مش مفترض احتوي لاعب ولا اخلي لاعب موجود بالشكل ده كان خطأ كبير جدا 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 اللي حصل ده لانه هو ادى مؤشرات وانطباعات سلبية كبيرة جدا عن فكرة تصويت الربطة